اشتركوا في القناة عن احتجاجهما على قرار وزارة الحكم المحلية ضمهما الى بلدة صباستيا ما اتفاجأنا الا هذا القرار صادق من وزارة الحكم المحلي بضم قرية نص جبيل واجنسنا الى بلدية صباستيا وحل المجلس القروي بس احنا ضد الضم ولا نزال بنقول احنا ضد الضم لانه الضم وعبارة عن اشي ضد الديمقراطية الاهالي يقولون بان قرار الضم يعني شطب القريتين عن الخريطة وشطب تاريخ يعود الى ثلاثة الاف عام وتحويلهما الى حارة تابعة لصباستيا هذه قرية من المجحف حقها شطبها وإلغائها وضمها الى قرية صباستيا ونحن لنا تاريخ وحاضر وبإذن الله ان شاء الله يقول لنا مستقبل عليكم وفي حين تقول الجهات الحكومية ان قرار الضم اتخذ لضرورات ادارية بغية توفير المشاريع وانه من الصعب التراجع عن ذلك لسيما في الفترة الحالية غير ان الاهالي يرفضون اي تبرير كل ما اخذناه من السلطة هذا من وزارة الحكم المحلي او من المشاريع زفتونا 700 متر فنرفض القرار كضم لصباستي لكن احنا في اقتراح انهم شكل بلدي موسع من القرى شمال غرب نابليس اللي هي سبع قرى مراكز الاقتراح خلت من المقترعين او المرشحين حتى حبر الانتخابات لم يلون اصبع احد فقط هناك من يراقب منتظرا نهاية الدوام في الوقت الذي ينتخب فيه المواطنون في المناطق الفلسطينية ممثليهم في الهيئات المحلية ينعى اهالي جنسينيا ونصف جبيل الديمقراطية وحق تقرير المصير هم يعتبرون قرار الضم بمثابة شطب للتاريخ من بلدة جنسينيا ايسر البرغوثي تلفزيون القدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر